أين تقف المفاوضات في هذا التوقيت؟ يعني بطاقف مثلما بدأت نحن نتحدث عن طرف مراوغ اللي هو الطرف الإسرائيلي نتحدث عن رجل لا يريد بالفعل أن يعطي للفلسطينيين أي بارقة أمل لوقف إطلاق النار فبالتالي أنا أعتقد طبعا أننا في إطار ما يسمى بالباب الضوار مثلما تبدأ المفاوضات يعني بتنتهي ثم تبدأ مرة أخرى فبالتالي أنا أعتقد طبعا برغم الجهود المصرية والجهود القطرية التي تبزل في هذا الأمر لكن أمام التعنى الإسرائيلي في ظل تلك الأوضاع يعني نحن أمام حديث إسرائيلي يتحدث بأننا لن نوقف الحرب إلا بالقضاء على حماس وهذا بالطبع لن يحدث بصفة مطلقة فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن المفاوضات التي جرت وتجرى ومزالت تجرى هي مفاوضات تحتاج الكثير من الجهود الجهود سواء كانت الجهود المصرية أو الجهود الأمريكية ولا سيما أننا في ظل إدارة أمريكية تلملم أوراقها فليس من المنتظر أن يكون هناك حل للأزمة الفلسطينية أو العدوان الإسرائيلي على فلسطين في ظل هذه الإدارة وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن الأمر سيحتاج وقتا طويلا أكثر من ذلك طيب دايما ميزان القوى هو اللي بيتحكم نعم ودايما إذا ما كانش فيه ردع ما فيش تنفيذ للقرارات نعم إيه اللي ممكن يجبر المفاوضات أنها تمشي في طريق العايزينه العرب والمصريين وإن الموضوع يبقى فيه تنفيذ للاتفاقات يعني دعيني أقول لك أن الحل بيد الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية هي التي تستطيع أن تمارس ضغطا على إسرائيل من خلال ما تقدمه من دعم لا محدود ومطلق سواء على المستوى المادي أو على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي في ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لكن على العرب بيديهم أوراق للضغط على الولايات المتحدة لا يفعلونها فبتالي يعني هناك ما هي الأوراق؟ هناك استثمارات بـ 300 تريليون دولار في الولايات المتحدة هذه الاستثمارات لا يمكن بالفعل أن تبقى هكذا دون ثمن إلا من خلال ضغط على الولايات المتحدة أو تهديد بسحب جزء من هذه الاستثمارات أو هذه الأموال المدعا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك يعني لماذا لا يشكل اللوبي عربي داخل الولايات المتحدة للضغط على غرار اللوبي اليهودي؟ يعني أنت تعلمين ما قوة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة؟ هو بيدعم في بعض الأحيان الانتخابات لبعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبالطبع يعني أعضاء يعني بيدعم انتخابات رؤساء الولايات المتحدة سواء على المستوى المادي أو على المستوى التصويتي العرب يعني لا يؤخذ حسابهم في الولايات المتحدة سواء كان على المستوى المادي أو على المستوى التصويت لعدم وجود تكتلات عربية؟ لعدم وجود تكتلات منظمة يعني هناك تكتل الإباك الموجود في الولايات المتحدة الذي يعبر عن أصوات اليهودي الأمريكان يعني هو تكتل قوي منشأ منذ خمسينات القرن الماضي حتى يومنا هذا وبيعمل لها حساب في الولايات المتحدة هناك حركة المحافظين الجدد هذه الحركة اتجاه محافظ في الولايات المتحدة بتمارس ضغطا على الإدارة الأمريكية للوقوف بجانب إسرائيل لكن على المستوى العربي والمستوى الإسلامي لا نجد مثل هذا هناك فقط تظاهرات من بعض أو مئات من الأفراد في ظل تلك الأحداث لكن سرعان ما يخبط زخمها أو قوتها مروق